هذا النظام لرحق قائم اليوم هو نتيجة هو ثمار الانقلام لو كنا نعرف وهنا أيضا نرد على سؤال دائما نطرح عليه لماذا تعودونا كثيرا للتاريخ نحن الآن رأينا غلى الأسعار عن المشاكل وعن مشاكل البيوت رأيه بدون حل مشكلة السلطة ومعضلة السلطة بدون حل بدون ما تصبح السلطة شرعية رأيه لن يحل أي قضية وستتعفاقم المشاكل والكوارث وترتفع الأسعار ويأتينا كل مجرم ممكن أن يحكم لو كان الناس تعرف تاريخ نزار لما كان نزار وزير دفاع واللي كان كابرا عند فرنسا ولو كانت الناس تعرف تاريخ متفلقة حقيقة لما خضعت في التسعة وتسعين وجاء بها على الدبابة وانظر إلى حول الجزائي معرفة تاريخ أساسي وحل مشكلة الشرعية شرعية السلطة هي الأصل إذا حليناها حلينا كثير من المشاكل إذا ما حليناها راح نغرقو نرى الآن تصريحات متعددة من بينها اللي أريد حقيقة وأدعوهم بل أرجوهم أن يقدموا بشهاداتهم على الأقل ثلاث أشخاص أساسيين مولود حمروش لديه شهادة وعليها أن يقولها وعليها أن يتوقف على الانتظار من أنه يوما ما يدعوه للرئاسة النظام هذا راح أفصل أمره ويرد على نزار بشهاداته ويرد على نزار مولود حمروش يستطيع أن يكلمنا خاصة على منذ سبتمبر 88 إلى جونفي فبري 92 محمد بتشين الجنيرال محمد بتشين اللي كان رئيس مخابرات واللي أطاحوا به وجاءوا بالتوفيق في جوان في أود سبتمبر 90 هذا يقدر يحدثنا من أحداث أكتوبر 88 إلى سبتمبر 98 عشر سنوات والجنيرال زروال يحدثنا من 93 أساسا إلى الإطاحة به في 11 سبتمبر 98 نزار بتشين هناك تراشق بدأ تراشق لكن بتشين لم يمضي بعد وما زال يتحدث على عنده ملف سري ما ملف سري خلونا ملفات سرية هذه لأنه ممكن يقتلوك ما قتلوا مرباح وتو يروح سرك معاك